بعض التصرفات الأخرى اللي بتحصل مننا كلنا بشكل أو بآخر في بعض الأحيان مع أن في ضرورة قصوى لتجنب حدوث هذه التصرفات بأي شكل أمام الأطفال طيب إيه هي بقى التصرفات دي نمازج يعني من التصرفات أول هذه التصرفات هي المشاجرات الزوجية الخنائات خلينا نتكلم بصراحة وبواقعية ما فيش زوجين على وجه الكرة الأرضية مش بيتخنقوا لكن في أزواج بيحافظوا على أقصى معايير الانضباط الأخلاقي أثناء الخنائات ومن بين أهم المعايير دي عدم الخناء قدام أطفاله فاهمين قصدي؟ يعني فيه ناس كده مهما بلغ درجة الخلاف تليهم عمرهم ما يغلطوا في بعض مثلا بالكلام باللوف عمرهم مثلا ما يحصل تجاوز لسه بقول تجاوز لفظي أو تجاوز مثلا جسدي أو يعني بالإيد أو كده عمرهم مثلا ما يتطرقوا للمعايرة أو لفكرة معايرة طرف للطرف التاني بحاجة هو عارف أنها بتضيقه أو أنه هو مثلا مؤلمة بالنسبة له فيه ناس بتعمل كده مهما بلغ درجة الخصومة بينهم والخلاف ما بينهم بيحافظوا على أقصى معايير الانضباط الأخلاقي ده وفيه ناس العكس وخايف أقول أنه الغالبية هم العكس أنه لما بيحصل الخلاف بنلاقي بقى إيه تجاوزات كبيرة جدا جدا لكن خلينا نتكلم أو خلونا نتكلم في الجزء الخاص بموضوعنا النهاردة وهو المشاجرات الزوجية أو الخناءات الزوجية أمام الأطفال أرجوكم بلاش الخناء أمام الأطفال أرجوكم ليه؟ لأن الطفل اللي بيشوف بابا ومامته بيتخنقه بيحس بالخوف بيحس بالخوف مش بس أثناء الخناءة أثناء مشاهدته الخناءة لكن بيحس بالخوف لفترات أطول بكتير بعد كده ده أولا هو فيه ثانيا طبعا فيه ثانيا وفيه ثالثا كمان خلاص يبقى الطفل اللي بيشوف الخناءة دي ما بين بابا ومامته أيا كان عمره بيحس بالخوف والخوف زي ما قلنا بيمتد معاه لفترة طويلة طيب دي أولا ثانيا ثانيا لأنه ودي نقطة بقى غريبة شوية لأنه الأطفال أو الطفل ممكن يتخيل أنه هو السبب في الحالة دي أيوة وهشرح لحضراتكم ليه دلوقتي ببساطة الطفل بيربط بين تغييرات تعبيرات وجوهنا لما بنكون متدايقين منه مثلا لما بيعمل حاجة غلط وبين تعبيرات الوجوه دي أثناء الخناءة يعني إيه مش إحنا لما الطفل ده بيعمل حاجة تدايقنا بنبقى متدايقين أكيد ما بنبقاش مبسوطين فلما بنبقى متدايقين والشنة بيبقى عليه تعبيرات معينة صح كده فالطفل رابط أن هذه التعبيرات بتحدث لما هو يعمل حاجة غلط فالأطفال خصوصا الصغيرين في العمر لما بيشوفوا نفس تعبيرات الوجه دي على وش باباهم أو مامتهم لسه سنهم الصغير مش سمح لهم أن هم يفهموا أن الخناءة دي مش بسببهم فيقولوا آه بابا بيبقى وشه عامل كده وماما وشه عامل كده وصوتهم بيبقى عامل كده وبتاع لما بيبقوا أنا عامل حاجة غلط أو أنا عامل حاجة غلط لأن تعبيرات الوجه في الحالتين بتكون واحدة وهي ايه تعبيرات الوجه فكروا كده الديق والغضب والامفعال فده بيدي للأطفال إيه حق أنه هم برضو السبب في الخناءة اللي شايفينها دلوقتي ودي نقطة في منتقى الخطور وما بتخطرش على بال مية في المية من اللي بيتخانقهم من الأزواج والزوجات اللي بيتخانقوا قدام أطفالهم ما بيخطرش على بالهم إنه ممكن الطفل الصغير اللي قاد بسسلهم كده ده وهم بيتخانقوا فاكر إنه هو السبب تمام طيب إيه ثالثا بقى مش إحنا قلنا أولا ثانيا ثالثا ثالثا لأن الطفل لما بيشوف خناءات بابا ومامته بشكل متكرر فمع مرور الوقت هيحس إنه لازم ينحاز لطرف على حساب التاني دي حاجة فطرية وده هيحسسه بعد كده بعد كده بقليل جدا يعني وبفترة بقى ممتدة هيحسسه بتقنيب شديد للضمير هيحس إنه إيه أنا ليه كده خدت جنب بابا أو قلت له معلش يا بابا أو أنت صح يا بابا أو بتاع ويبقى كده ماما زعلت أو العكس هيعمله تقنيب للضمير تقنيب الشديد للضمير ده بيرسخ جواه بدايات عدم الإحساس بالأمان وعايز أقولك يا جماعة عدم الإحساس بالأمان ده يعني هي تبدو جملة اعتيادية بسيطة سالسة ولكن لكن ربنا يعني سبحانه وتعالى يبعد هذا الإحساس عن الأطفال إنهما يبقوا حعدين في البيت حسين بعدم الأمان فتخيلوا بقى إن الخناءات الزوجية دي بتؤدي إلى إحساس الطفل بعدم الأمان هي دي اللي بتكون البداية أما تكونوا بتتناقشوا بخصوص حاجة وحسيتم إن الحوار ابتدى يتصاعد وياخد شكل الخناء ما هي كل حاجة بتبقى لها مقدمات يعني ما فيش حد بيتخانق كده بيقول يلا نتخانق فبنتخانق لا هو بيبقى فيه حوار الحوار ده مثلا بيبقى فيه مقدمات أو بيبقى فيه غضب مكبوط ويؤدي إلى فيه بداية وبعدين بيبقى فيه بقى إيه تصاعد وبعدين بيبقى فيه زروة إذا حسيتوا بكده حسيتوا إن الحوار بينكوا ها داخل في الاتجاه ده داخل في اتجاه التصعيد ولقيتوا نفسكم مش قادرين تتحكموا في مشاعركوا ها مش قادرين تتحكموا في انفعالاتكوا لازم حد من الطرفين يطلب إنهاء الحوار لازم يحصل كده لحد ما تحسوا إن انتوا لتنين قادرين على التحكم في أعصابكم بشكل أفضل على فكرة ده المفروض يحصل بشكل عام يعني يعني إيه حتى أهالينا أهالينا ربنا يدي العمر للعايش ويرحم ويكرم اللي توفاه الله كانوا دايما لما بينصحوا الأبناء والبنات لما بيتجوزوا يقولونهم إيه لما يتخنقوا كده لما تلاقي نفسك يتخنقت بقولك إيه خد بعدك وانزل يقولوا للزوج كده ليه يا بابا عامل كده يقولك عشان الموضوع ما يزيتش عشان طول ما انتوا قفين كده قصاد بقى ادخل يا سيدي كده وقفل عليك قط اه اقفل في الكلام قول لها خلاص نتكلم بعدين وهكذا بتنصح برضو البنت لما تبقى زوجة انها تعمل كده خلاص فبشكل عام ده لازم يحصل لما تلاقوا انتوا كزوجين الحوار بينك وداخل في اتجاه التصعيد حد منكو يعمل كات بلغة بقى السينما والتليفزيون يعمل قفلة ويوقف الحوار عند المرحلة دي وزي ما بقولكو ده لازم يحصل بشكل عادي يعني بشكل عام ويحصل بشكل مؤكد في حال حضور الأطفال لما تلاقوا الأطفال حضر الموقف من البداية لازم ده يحصل اشتركوا في القناة